اشتركوا في القناة ويثا عدم التأخر ليلا في الزيارات يعني اذا زرت بيت احماك بيت عماك لا تتأخر الى ساعة متأخرة في الليل بعض الشباب يذهبون مثلا الساعة العاشرة ليلا ينتهي عمله في التاسعة ونصف يذهب الساعة العاشرة طيب ثم تراه يبقى عند بيت عمه الى الساعة الثانية ليلا الثالث بعد منتصف الليل الرابع فجرا هذا مزعج يا ايها الاخ لعل عملك انت يبدأ صباحا في الساعة العاشرة لكن عمك والد العروس يبدأ عمله في الساعة السادسة صباحا انت اتعبته اذ بقيت في بيته الى الرابعة او الثالثة او الثانية ثم راعي انك موجود في حي في اعراف في جيران يعني تخيل ان يخرج شاب لا يعرف من بناء الان الجيران لا يعرفونك معرفة كاملة انك زوج لهذه الفتاة لم يعرفك الجيران كلهم انت تخرج في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل لو رأك جار سيقول من انت اين كنت ربما بعد ايام يلتقي بعمك يقول يا اخي هناك شاب يخرج من بيتك في الساعة الثانية ليلا او الثالثة ليلا او الواحدة بعد منتصف الليل يعني كن مراعيا للآداب والأعراف العامة لا بأس يا زوجتك وانت تحبها وتريدها لكن ما عليه اذا زرتها من العاشرة الى الحادي عشر الى الثانية عشر يا اخي ومضيت ما عليه اذا زرتها يوم الجمعة عصرا الساعة الخامسة عصرا وبقيت الى الساعة الثامنة مساء او التاسعة مساء يفرحون بك ويتمنون لو جئتهم مرارا وتكرارا هذا متعلق بالزيارة عدم التأخر ليلا ومتعلق بالهواتف والله يا ايها والاخوة حدثتني ام لفتاة قالت خطيب ابنتي يعني العاقد على ابنتي يعني زوج ابنتي هذا صار اسمه زوج ليس خاطب الخاطب وعد بالزواج اما الذي تبادل الفاظ العقد صار اسمه زوجا قالت زوج ابنتي هو عاقد ما صار العرس قالت يا استاذ في كل يوم الساعة الثانية عشر ليلا يتصل بابنتي ويبقى حتى الساعة الرابعة صباحا عجيبة هذه الاحاديث التي لا تنتهي اربع ساعات كل يوم كل يوم كل يوم انزعج الاهل وليس مناسبا في حقك ان يمسك عمك بيدك ليقول يا ولدي ارجوك لا تتصل بعد اليوم هذا مزعج وبعض الاخوة ربما تزوج اليوم او عقد اليوم فاشترى جوالا لزوجته وقال خلاص نتكلم ما شئنا ثم تأتي فاتورة الجوال بالاف الليرات السورية كن معتدلا خير الامور الوسط لا نريدك ان لا تتكلم ابدا مع زوجتك ولا نريدك ايضا ان تكون بطريقة غير مقبولة وغير يعني مرضي عنها في العرفي الاجتماعي النصيحة الرابعة ايضا الاعتدال في الخروج معها يعني يطلب الشاب ويحب الشاب ان يأخذ زوجته ليذهبا معا الى مطعم من المطاعم الى نزهة من النزهات الى بيت اهله يعرفها على افراد اسرته الان احيانا والد الفتاة او والدتها لا يرضون هذا خطأ من والد الفتاة ومن والدتها دعي ابنتك تذهب مع زوجها الى بيت اهله يتعرف على افراد اسرته يا اختي دعيها تذهب معه الى مطعم ما المشكلة الى نزهتين يريد ان يشتري لها شيئا من السوق اتركيهم احيانا بعض الامهات تلازم ابنتها تقول رجلي على رجلة تذهب هي اذهب انا حتى لو جلس معها على طاولة في الحديقة في حديقة عامة او على كرسي في الحديقة العامة ستأتي الام لتجلس بينهما انت تزعجينهم دعيهم زوجان هذان لكن انا اريدك ايها الشاب ايضا انت ان تكون معتدلا في خروجك مع هذه الفتاة وواضحا مع اهلها اين انتما ذاهبا الان النصيحة الخامسة في الفترة بين العقد والعرس كن صادقا معتدلا في الهدايا ماذا اهدي مخطوبتي او المعقود عليها زوجتي خلال فترة العقد هذا امر مهم احيانا الشباب يندفعون يعني هو يكون قد جمع مبلغا من المال لزواجه ما انعقد العقد هو يحب زوجته ويرعاها يحمل لها الهدايا الثمينة والنفيسة والكبيرة الذهب والفضة الفتاة تعتقد ان زوجها يملك والحمد لله وسيأتيها طيلة عمره بمثل هذه الهدايا الواقع العملي هو لا يفعل هذه الهدايا فقط في فترة العقد حتى اذا تزوج لو قلنا له ائتها بوردة ثمنها عشرة ليرات يقول والله ما بستطيع ما عندي مجال انت في الاصل كن معتدلا احمل هدايا تستطيع ان تحملها اذا كنت موظفا اجعل هديتك مقبولة بسيطة تتناسب مع عملك حتى تقدر ايضا هذه الفتاة ما تعمله انت والحق ان زوجتك ليست مكترثة جدا بما تحمل من متاع لكنها مكترثة جدا بحسن اخلاقك معها وبحسن عاطفتك لها وبرعايتك لها اهدي زوجتك اشياء معتدلة لا تغالي في الهدايا بالمقابل لا يأتي زوج الى زوجته طيلة فترة العقد لقد نجحت هذه الفتاة لقد مرضت وعفاها الله تعالى لقد مثلا ترفعت في عملها رتبة كل هذه المناسبات مرات ولا يأتيها بهدية ابدا هذا رجل ايضا بخيل وشحيح يعني ائتي لزوجتك بهدايا لكن كن معتدلا بها خير الامور الوسط النقطة السادسة العلاقة العاطفية الزوج والزوجة كلاهما لا بد ان يقدما لليلة العرس من فترة العقد الكلمة اللطيفة والجميلة والحنونة تدخل في موضوع العاطفة النبيلة الجيدة المطلوب منك ايها الشاب ان تعرها اهتماما المنظر الحسن في ثيابك وفي عنايتك بشكلك او كذلك الامر للفتاة مطلوب العناية وهذا يؤدي الى نماء العاطفة بينكما اللمسة الحنون والمصافحة والتربيت على الكتف ومسح الرأس وشكر هذه الفتاة مطلوب منك ان تقدمه لتهيئ نفسك وتهيئ زوجتك ايضا لليلة العرس الاقتراب منها واذا كانت هناك امر مناسب اذا قبلتها ايضا هذا مطلوب لانك تمهد الان لليلة العرس هذا امر مطلوب شرعا ومطلوب حياة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى زوجاته بهذه الطريقة قال كانت السيدة عائشة رضي الله عنها اذا شربت اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الاناء فتتبع مكان فمها من اين شربت السيدة عائشة فيشرب من نفس المكان راقب هذه الزوجة التي تشاهد زوجها بهذه الطريقة العلاقة العاطفية مطلوبة مطلوبة منك ان تقدمها لزوجتك وايضا مطلوبة منك انت ايتها الفتاة ان تقدميها لزوجك في فترة العقد يعني لو اقترب منك زوجك ووضع يده على يدك لا تسحب يدك هذا زوجك لعلك انت لعفتك وطهارتك لم تألف هذا الامر لكن الآن الزواج حياة جديدة اذا جاء زوجك ووضع يده او يدك في يده يعني نقول نحن في العامية انه انججها انججها وفي الانجليزية يقولون انجج انجج يعني انجج يعني امسك يدك ووضعها في يده لا تسحبيها هذا زوجك هو يحب ان يمشي معك في الطريق وانت زوجته وزوجتك تحب ربما يكون الشاب ماشيا في الطريق مع زوجته تأتي الزوجة وتضع يدها في يده فيقول لها ابتعد عني لماذا ابتعد هذا زوجك وانت زوجته وهو ينمي الحالة العاطفية بينكما لا بد ان يراعي الشاب الحالة العاطفية وكذلك الفتاة في فترة العقد تمهيدا لليلة العرس التي سنأتي على ذكرها ان شاء الله تعالى في حلقات قادمة الفقرة قبل الاخيرة ايها الشاب لا تحرج زوجتك باوامر تخالف بها اهلها احيانا انت تقول لزوجتك اريد ان اخرج معك الساعة الثانية عشر ليلا تقول والله حتى اسأل ابي يقول لها الزوج انا الان زوجك هو كان ابوك الان انا زوجك والامر لي احرجتها يا اخي ماذا ستفعل هي هي بين نارين الان تلتزم امرك او تعصيه تلتزم امر ابيها او تعصيه لا تخرجها اذا قالت لا تحرجها اذا قالت اريد ان استشير ابي قل طيب اذا وافق ابوك نخرج ان شاء الله ترتاح زوجتك احيانا تقول لها انت اتصل بي الساعة الواحدة ليلا او اتصل بي الساعة الواحدة ظهرا تقول لك والله ابي لا يحب انا ان اتصل بالاخرين ممكن انت ان تتصل بي تقول لا لا انت تتصلين يعني لا تحرجها بامر تخالف به اهلها فتوقعها بين نارين هذه نصيحة سابعة النصيحة الثامنة والاخيرة وهي على درجة بالغة من الاهمية ماذا يتحدث العاقد مع زوجته خلال فترة العقد يعني نحن نجلس الزوج مع الزوجة خلال فترة العقد ماذا يتحدثان ما الاحاديث ما الذي ينبغي عليك ان تخبرها به او هي تخبرك به خلال هذه الفترة الاشهر الستة او السبعة او السنة هذا موضوع مهم حتى لا نأتي عليه سريعا سارجئه ان شاء الله تعالى الى الحلقة القادمة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله قد سنى الزواجة لكثرة النسل فبادر يا أخى الإسلام واخطب بذنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيبة مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل اشتركوا في القناة